إلى إيبادة أيضاً العملية هذه التي حصلت قبل قليل في تل أبيب هي جزء من معادلة لم يعودوا يخافوننا هو الفلسطيني من أصل لا يخافه هو يتحدث عن المنطقة عن المنطقة بشكل كالعام تأكل قوة الرجع الإسرائيلي الفلسطيني لا يخافه عند اللحظة الفلسطينية تكون الأجواء مناسبة والإمكانيات متوفرة سيقوم حتماً بتنفيذ عملية هذا معادلة هم يفهمونها تماماً لذلك هو يتحدث عن بعد استراتيجي في الموضوع ولا يتحدث عن بعد تكتيكي في الأمر يتحدث عن بعد استراتيجي أن 7 أكتوبر كسر معادلة الخوف والهيبة لدولة إسرائيل ولذلك نتنياهو من أحد أهداف الاستراتيجيين للحرب إطالة الحرب هو أنه يريد أن يدمر أكبر قدر ممكن ويستمر بالحرب حتى يثبت أن الردع الإسرائيلي ترميم هذا الردع الذي تحطم في 7 أكتوبر هذه المعادلة الموجودة أنه يطيل الحرب وزيادة القتل وزيادة التدمير بمعنى أنه رسالة لكل من يحاول أن يتحدانا مصير أنظروا إلى غزة وهذا ما يقول صليح الإبارة عندما يتحدث عن لبنان نقول على حزب الله أن ينظر إلى ماذا يحدث في غزة هو أيضا كان يتحدث لغزة عندما كانت عام 2006 اللي هو عقيدة الضاحية أنه على أساس يخيف الآخرين لكن عقيدة الضاحية جرت حرب 2008 و2014 وأسر شليط بعدها مباشرة أسر شليط مباشرة لا شليط قبل نعم شليط قبل هي حرب 2006 جاءت على خطف جنديين إسرائيليين بعد خطف حركة حباس وبالتالي هو كل تفكير بمنطق البقاء على قاعدة هذه مش هذه المشكلة مشكلة الدولة الإسرائيل البقاء على قاعدة الردع هذه المشكلة لا يمكن ملاحقتها لأنه إذا أنت وفرت اليوم وسيلة ردع ربما خصمك يبحث عن وسيلة أخرى ليتغلب على هذه الوسيلة الموجودة لديك وبالتالي يحيدها أو يحبطها كان أحد أسباب الغضب الإسرائيلي في هذه الحرب أنه إبطال مفاعل القوة السيبرانية أو القوة التحكم السيبراني في عامية المراقبة والرصد أن أجهزة المنظومة الأمن السيبراني الموجودة لدى إسرائيل فشلت في التنبؤ والحصول على معلومات اثنين فشلت في مراقبة مراقبة الحدث كيف نجحوا في تعطيل كاميرات محوسبة هذا طبعا من النقاط الأساسية التي عولت إسرائيل على دعايتها في المنطقة الشرق الأوسط والعالم على أنها دولة سوبر في هذا المجال تأتي في هذه المجموعة الفدائية بهذه القوة وهذا الاختراف وتصل إلى مراكز الأمن ومركز القيادة العمليات بدون أن تتحكم بدون أن يدربها أحد هذه كانت طامة كبرى لو لم يكن في هذه العملية إلا هذا ما حدث هذا تهشيم نعم لمستقبل عندما يتحدثوا في إسرائيل يتحدثوا عن مستقبل بقاء إسرائيل مبررات البقاء ولذلك أحد مبررات البقاء هو حاجة الناس إليهم وبالتالي هذه الحاجة اليوم انتفت ما أحد حينظر إلى هذه البرامج اليوم في دول كثيرة إسرائيل باعتها منظومات دفاع مثل مثل النمر في كثير من الدول بدأت عيد المنظومات أهل هيها فعلا إذا كانت إذا كانت المنظومات الدفاع في لدى حماس بهذه البساطة وهذه المحدودية المحدودية نجحت باختراقها فكيف سيكون منظومات دول متطورة كيف ستعامل إسرائيل هذه المجلس الرقابة جزء الاختراق كيف نجحوا باختراق هذه المنظومات الإسرائيلية هذا طبعا الأساس في هذا الموضوع الذي هم يعتمدوا عليه ويواجهوا في التحدي لذلك ويتحدث عن قضية استراتيجية خطيرة تواجهها دولة إسرائيل بعد حدثة 7 أكتوبر وما نشاهده من ردة فعل هو ردة فعل يعني صراع اللا وجود لهم يصارعوا على بقائهم مش صراع على أنهم يوجدوا لأ صراع أننا بدأنا ننتهي وذا كانت معادلات القتل كانت واحد لعشرة خبما تكون هذه هنا المعادلات أكبر بذلك كما نحن نشاهد عندما تحدثنا بذات الأحداث ستكون هناك معادلات بالبقاء كانت والصراع من أجل جهة دولة إسرائيل واحد لعشرة لكن اليوم نجدها صارت أضعاف من ذلك لأن المعركة على اللا وجود نعم